فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال بعد ذلك رحمه الله كذلك إذا قال خالفوهم فالمخالفة المطلقة تنافي الموافقة في بعض الأشياء أو في أكثرها على طريق التساوي ما سبق كل تمهيد الآن وصل إلى النتيجة التي يريدها رحمه الله فإذا قال صلى الله عليه وسلم خالفو المشركين لم تتحقق المخالفة بمخالفتهم في بعض الأمور دون بعض فهذا أمر عام لا يتحقق إلا بجميع جزئيات المخالفة هذا رد على اللي يقول كما سبق من المتكلمين إن الأمر العام يكفي بتحققه بتحقيق بعضه بتحقيق بعض معانيه قال لأن المخالفة المطلقة ضد الموافقة المطلقة فيكون الأمر بأحدهما نهيا عن الآخر نعم إذا قال خالف المشركين هذا أمر بالمخالفة وهو نهي عن الموافقة لأن كل أمر فهو يتضمن النهي وكل نهي يتضمن الأمر كما ذكروا ولا يقال إذا خالف في شيء ما فقد حصلت المخالفة هذا رد على الفكرة التي ذكرها بما سبق كما لا يقال إذا وافقه في شيء ما فقد حصلت الموافقة كما أنه إذا وافق المشركين أو اليهود والنصارى في بعض الأمور لا يقال أنه وافقهم في كل الأمور بل هو موافق لهم في هذه الجزئية نعم موافق لهم في هذه الجزئية فالأمر العام لا يتحقق بوجود بعضه بل لا بد من وجود جميع محتوياته كل هذا كلام على قاعدة يقررها رحمه الله في مخالفة المشركين نعم قال وسر ذلك الفرق بين مفهوم اللفظ المطلق وبين المفهوم المطلق من اللفظ فإن اللفظ يستعمل مطلقا ومقيدا نعم اللفظ يستعمل مطلقا فإذا أطلق فإنه يشمل جميع محتملاته جميع المعاني التي يحتملها وأما مطلق الأمر فهو يتحقق ببعض محتوياته ففيه فرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق مثلا الإيمان نعم الإيمان المطلق يشمل جميع خصال الإيمان فلا يعطى الإيمان المطلق إلا من أكمل الإيمان وأما مطلق الإيمان فيعطى لمن اتصف بالإيمان ولو كان فيه بعض النقص كالفاسق هو مرتكب الكبيرة التي دون الشرك فهذا يعطى مطلق الإيمان ولا يعطى الإيمان المطلق بل يعطى مطلق الإيمان وهو الإيمان الناقص